أهلاً أحبائي مشاهدين في كل مكان أنا على جبل صهيون ورح أتكلم عن محاكمة المسيح محاكمة المسيح الدينية ومحاكمة المسيح المدنية خليني أبتدي أتكلم عن المحاكمة يسوع المسيح قضى الساعات الأخيرة هنا على جبل صهيون في العلية مع التلميذ وبعد العلية مكتوبة خرجوا وشيء طبيعي رح ينزلوا من هذا الطريق مثل ما شايفين هذا الطريق الروماني القديم اكتشفوا وابتصل إلى سلوام وفي أسفل هذا الوادي وادي قدرون طبعاً شيء طبيعي بيأخذوا شمال إلى منطقة جناح الهيكل وهناك عند أسفل جبل الزيتون في بستان يسمى بستان جتسماني في بستان جتسماني ألقوا القبض على يسوع في تلك الليلة ليلة الخميس ثم أخذوا يسوع طبعاً تحت الضرب واللكم واللطم والإهانة ورجعوا نفس الطريق وادي قدرون صعوداً إلى نفس الدرج يمكن شايفين بعض السواح ماشيين الدرج بس هذا حديث اللي قبله هو الدرج القديم ثم إلى بيت قيافة هذه المحكمة تعتبر مهزلة المحاكم فالمسؤولين عن هذه المحكمة جماعة الصدقيين يعني جماعة الليبرالز جماعة التي لا تؤمن بالقيامة ولا تؤمن بالأرواح ولا بالحياة الأبدية ولا بالملائكة وهذه الجماعة التي وقفت وحاكمت المسيح أخذوا المسيح في نفس الليلة ووقف أمام حنان حنان يعتبر هو الرئيس الكبير رئيس الكهنة ولكن أقالته الحكومة الرومانية بسبب فساده وطبعاً مشهور هذا الموضوع في كتابات اليهود ولسيما في التلمود ويل لبيت حنان جحر أفاعي لأنه كانوا بيستغلوا الناس من ناحية دينية حتى يجمعوا ويكوموا الأموال لجيوبهم الخاصة ومش بس حنان حنان كان عنده عدة أولاد خمس أولاد كانوا كلهم رؤساء كهنة وصهروا في تلك الأيام في وقت محاكمة المسيح كان صهروا قيافه وطبعاً فيه كمان حفيد حنان تخايل وقف أمام هذه الجماعة اللي أصلاً حاولت قتل يسوع والتخلص منه رغم إنه شافوا المعجزات وسمعوا عن أمور خارقة مثل المولود أعمى اللي اغتسل هنا في أسفل وادي اكتشفوا بركة سلوام وعارفين إنه شاف مولود أعمى ولا يقدر أحد أن يشفي واحد مولود أعمى وعارفين إنه هاي من خصائص المسيح ومع كل هذا لم يؤمنوا به والأصعب جبل الزيتون من وراء في بيت أعني في طرف من شوف من هون ولكن أقام ألي عازر بعد أربعة أيام ومع هذا عملوا مجمع كمان مجمع سان هدريم واجتمعوا حتى يتخلصوا بطريقة يتخلصوا من يسوع ماذا نعمل إن تركناه يؤمن الجميع به وابتدأوا يخططوا للتخلص من يسوع المسيح فتخيل هذه الجماعة أرادت أن تتخلص من يسوع المسيح قبل دخول الفصح وطبعا بمساعدة يهوذة الإسخريوطي الخائن اللي باع سيده وأسلمه هنا في أسفل جبل الزيتون في بستان جتسيماني